عارفين ايه سبب نزول صورة الكهف؟ وهل كنتوا تعرفوا ان سيدنا سليمان اتجاوز 99 امرأة او 100 امرأة ودخل بيهم في ليلة واحدة لكنه ما خلفش منهم الا واحدة خل فينا نصف جسد ويطرى ايه السبب؟ عصدقائي ما تنسوش توصل الفيديو ده لخمسين الف لايك وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم انطلق عقب ابن ابي معيت والنظر ابن الحارث الى احبار اليهود في المدينة علشان يسألوهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم هل هو نبي مرسل ام انه رجل مقول فلما وصلوا احبار اليهود في المدينة قالوا لهم على ثلاث صفات لو النبي صلى الله عليه وسلم جاوب عليهم او ثلاث اسئلة يبقى هو نبي يطرى ايه هو السؤال الاول السؤال الاول انكم وقت متوصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم او محمد الذي يقول انه نبي اسألوه عن رجل طواف طاف مشارق الارض ومغاربها من هو؟ وقالوا له السؤال التاني اسألوه عن الفتية في اول الدهر هل عارف اخبارهم؟ وسألوه عن الروح فرجع النظر ابن الحارث وعقب ابن ابي معيط الى كفار قريش علشان ظنين انهم هيعجزوا النبي صلى الله عليه وسلم ولما وصلوا النبي صلى الله عليه وسلم سألوه الاسئلة دي لكن النبي لا يجب الا بنزول الوحي والوحي لسه منزلش فقالهم غدا سأجيبكم لكن جي بكرة وما فيش اي وحي لنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في النبي الكفار يمروا عليه ويتهجموا انه هو يعني ما فيش اي وحي ولا فيه اي معلومات وانت ما عندكش اجابة للأسئلة والنبي صلى الله عليه وسلم صابر لمدة خمستاشر يوم والوحي لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وبالفعل نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم باجابة الاسئلة دي وعشان كده سبب نزول صلوة الكهف هو الحادثة دي وكان فيها اجابات عن الفتية اللي هم اصحاب الكهف اللي ربنا امتهم 300 سنة واحياهم تاني كمعجزة عن البعث ودخول الروح في الجسد بعد الموت اما السؤال التاني فكان عن الرجل الطواف اللي طاف مشارق الارض ومغاربها وهو ذو القرنين في نهاية صورة الكهف واللي ربنا اتى من كل شيء سببه فاتبع سببه واللي وصل لمشرق الشمس او مغرب الشمس واللي عمل سد يأجوج ومأجوج اما السؤال التالت فكان عن الروح واللي تم الاجابة عنه في صورة اخرى ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي لكن ايه السبب اللي خلى الوحي منزلش على النبي صلى الله عليه وسلم لمدة 15 يوم وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم وقتا لهم غدا ما قالش ان شاء الله وعشان كيا ربنا ذكر في صورة الكهف ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا اي شاء الله وفي قصة بسبب ان شاء الله عن سيدنا سليمان والقصة دي بتقول ان سيدنا سليمان كان متجوز 99 امرأة او 100 امرأة ونظر نظر انه هيدخل عليهم كلهم والابناء اللي هيخرجوا من هذا الزواج هيبقوا فرسان في سبيل الله لكنه لم يقل ان شاء الله فما فيش واحد منهم خلفت الا واحدة خلفت نصف جسد بلا روح وعشان كده يقال ان في التفسير والقين على كرسيه جسدا ثم اناب كان من ضمن التفسير ان الجسد ده هو اللي خلفه من 99 امرأة لكن الله اعلم في الاخير هل القصة دي حقيقية ام انها يعني اسرائيليات لكنها موجودة برضه في الاحاديث وبخصوص اصحاب الكهف سيدنا ابن عباس وقت عهد معاوية بن ابي سوفيان كان مرة على كهف من احد الكهوف يقال ان هو كهف اصحاب الكهف ولقوا فيه عضم فالرجل من الموجودين قال ان ده عظام اصحاب الكهف لكن سيدنا ابن عباس قال ان عظامهم بليت من 300 سنة وان دي مش عظامهم فتفتكروا الكهف هو اللي موجود بالاردن لان في كهف الاردن فيه عظام موجودة في الداخل فهل العظام دي تدل على ان مش هو ده الكهف الحقيقي ولا ان دي مرضو ممكن تكون عظام لناس تانية وافتكروها ان هي عظام اصحاب الكهف الله اعلم ودي كانت حلقة جديدة مع الخميائي عن سبب نزول صورة الكهف وقصة سيدنا سليمان واشوفكم في حكاية جديدة سلام